أولاً يعني الردة الفعل العراقية كحكومة وكشخصيات سياسية كبرلمان على اللي حصل مع السيد فائق زيادان والله العظيم جداً خجولة والمفروض تكون أقوى بأكثر من عشرين مرة من اللي شفناه نوابش كامناه بصدرونهم بيان وهي شيء كذا وحتى ما طلعوا على وسائل اللي لا متحدثة وصدر بيانهم بيانات الترضي هي عيب ثانياً وحدة من الصخرات المهمة بالعراق هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وافتهموا ليش الأمريكان يريدون يصدرون مثل هذه القرارات على فائق زيادان وأعرفوا كل الزين أنه معناتها أكوى يضبوطات حاولت تمريرها قبل وصدت من آخر الشخصيات القوية القوية بالدولة العراقية هو واحد من عدة فائق زيادان رئيس السلطة القضائية استهداف فائق زيادان يعني استهداف واحد من أهم ركائز الدولة العراقية بغض النظر على استثافات زيادان اليوم موجودة وباشر ما موجود رئيس رئيس سلطة قضائية غيرها لازم لازم كل العراقيين بكل شرائحهم سياسية وغير السياسية يكون لها موقف من هذا الموضوع رئيس السلطة القضائية هو أعلى السلطة بالبلد قضائياً وهذا الرجل إذا تتعاملون بهذه الطريقة وتسمحون للأمريكان أي مررون قرارهم فالناس ما راح تقول عنكم إلا كلمة واحدة إلا جبناء عشامنا بيكم إن شاء الله ما تكونون جبناء وهذا لازم يكون لها موقف مو بس تصريحات يكون لها موقف حقيقي هذا الموضوع لأن فائق زيادان مو أي شخص عادي فيما الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة